اشتركوا في القناة بطعم الانتصار لفريق الرجاء الرياضي بالنظر للظروف التي تلعب فيها اللقاء لقاء الاياب التي تلعب في الدار بيضاء ان شاء الله مع حضور 70 إلى 80 ألف منتفرج هدف لسفر يكفي الرجاء الرياضي للتأهل لنصف النيائي وهذا الشيء الذي كانت منه كمغاربة والعنوان الابرز للقاء اليوم ما هي العناوين أول شيء عودة سبايدر مان زنيتي عودة سبايدر مان زنيتي زنيتي خدم لقاء تاريخي بكل ما تحمل الكلمة من معنى ورد على جميع المشككين زنيتي صراحة لقاء خرافي لقاء خرافي وتصدى لهاجمك الأهلي وتصدى لضربة جزاء وأيضا العنوان الابرز للقاء اليوم مجزرة تحكيمية بكل ما تحمل الكلمة من معنى مجزرة تحكيمية بكل ما تحمل الكلمة من معنى شاهدت ألاف المقابلات في حياتي ألاف ألاف لم يسبق لي في حياتي أن شاهدت ضربة جزاء خيالية مثل ضربة جزاء لإعطاها الحكم ندالة ندالة اسم على مسمى لإعطاها للأهل المصر ضربة جزاء من وحي الخيال وأكيد مع وجود فار فار متحيز أعطى الحكم زاوية وهمية لكي يوهمه على أمنى كين ضربة جزاء فار متحيز ورأ الحكم زاوية وهمية وأكيد أيضا مع وجود حكم الشخصية دياله ضعيفة والمستوى دياله جدا متوسط ضربة جزاء وتصوره على أنك انتكى فريق الرجاء الرياضي تدخل دقيقة 4 يضلمك الحاكم يعطي ضربة جزاء خيالية وهمية لأهل المصري خرج اللاعبين ديال الراجع نفسيا ودهنيا من اللقاء وكنا شاهدنا المرضود والمستوى ديال اللاعبين ديال الراجع الرياضي في الشوط الأول تأثروا تأثروا بدربة الجزاء وأيضا تأثروا بالخطة الغريبة اللي بدأ بها الطاوصي الطاوصي بدأ ب3-5 جوج ولو أنه في اللقاء اليوم اعتمد على 4-3 جوج واحد وعتمد على نقومة لأنه في الدخل واحد طويل عنده الكونديسيون فيزيك في وسط الميدان كان يكون كلام آخر لأنه منذ دخول نقومة نقالب اللقاء رأسا على عاقب ولكن يحسب للمدرك التاوصي أن تصل متأخرا خيرا من ألا تصل أن تصل متأخرا خيرا من ألا تصل المدرب كانت عنده الشجاعة دار تغيير في الدقيقة 35 خرج إلياس لحددك دخل نقومة وشفنا مع دخول نقومة الراجل الرياضي في آخر عشرات دقيقة في الشوط الأول بدأك يتحكم في إيقاع اللقاء بدأك يتحكم بدأك يشد كورة عكس ما شاهدنا في أول 35 دقيقة أول 35 دقيقة اللاعبين كانت شدهم القفقافة القفقافة أخطاء بداية أخطاء بداية لم يسبق لي أن شاهد الرجاء الرياضي بهذا السوق في أول 35 دقيقة يعني يحسب للتوصي تغييرات دياله اللي اعطات المفعول دياله باش نعطيه لكل ذي حقين حقه وشفنا لأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى بالظلم منذ دخول نقومة الرجاء بدأك يتحكم في إيقاع اللقاء وتمكن من تسجيل هذا في تقليص الفارق عن طريق المتألق زريدة والحكم ما قتلش الرجاء الرياضي في ضربة جزاء ولكن ما بقله يعني ما بقله يعطيه انظارات غير الجمهور ما بقله يعطيه انظارات غير الجمهور شفنا تدخلات بعض أحيان تدخلات خاشنة من لعبين الأهلي والحكم كي دراسه ما شافوا له وأي يتدخلوا لأي احتجاج من لعبين دي الراجاء الحكم يعطيه بطاقة صفراء الحكم تفننه ودار جميع الوسائل باش يعدب لعبين دي الراجاء الرياضي وشيء غير معقول وغير منطقي على أن مع وجود الضار نشوفو هاد المجزرة وهاد المهزلة التحكيمية وأكيد على أن الأهلي ما محتاش لمساعدة الحكم الأهلي ما محتاش لمساعدة الحكم الراجاء الرياضي يمكن لي نقول على أنه في لقاء اليوم قهر جميع الظروف قهر مخرج المباراة قهر الحكم نضالة قهر يعني العديد من الأشياء بما فيهم الفندق اللي كان قلس فيه فريق الراجاء الرياضي في ليلة اللقاء كانت فيه الحفلة غنائية صاخبة وهذه المسألة طبعا لتشويش على فريق الراجاء الرياضي شيء غير مقبول شيء غير مقبول ولكن إن شاء الله العودة كيف مقبول في الضار البيضاء سيكون كلام آخر الراجاء الرياضي غير استقبل مع حضور 70 ألف متفرج وشفناه لما أن الراجاء تقف راسه وشد الكرة بين الرجليه تحكم في إيقاع اللقاء في العديد من المرات اللولة الطرد دي اللاعب الهدهودي في الشوط الثاني وأيضا كان من بعد منه التصدي خرافي دي الزنيتي كان سيكون كلام آخر كان سيكون كلام آخر لأن دفاع الأهل المصري دفاع شوارع وشفناه على أن الرجاء الرياضي بحشرة اللاعبين يعني في آخر 3 أو 4 دقائق كان يمكن له يسجيل هدف التعادل لو أن اللاعب الهبطي استغل لانفراد بالشناوي يعني الهبطي راوق ثلاثة دي اللاعبين بكل سهولة وعنده مساحة بشيزيد المساحة بشيزيد ويركل الكرة في المكان الصحيح ولكن خلت الخبرة وتجربة خلتوا على أنه ويسدد كرة ضعيفة من الصعب على أنك تهزم بها الحار الشي نعم شفنا أيضا بعد ذلك فرصة حقيقية لفريق الرجاء الأهل المصري أكيد على أنه ساعدته الظروف ضربة جزاء اللي كانت في الأول نزيد عليها الطرد دي اللاعب الهدودي لخل الأهل المصري يتحكم في إيقاع اللقاء كيف مما قد نتيجة إيجابية وأول مرة نقول على أن الهزيمة بطعم الانتصار لفريق الرجاء الرياضي هزيمة بطعم الانتصار الآن لعبين دالوا اللي عليهم تقاتلوا مدرب التوصي سيكون مطالب بالاشتغال على الشوق الدفاعي شفنا أخطاء دفاعية كارتية يعني ما خصوش تكرر في اللقاء لإياب لأن أهل المصري أكيد على أنه سيكون مختلف وغير عب بطريقة مختلفة وغير اعتمد على الهجمات المرتدة في اللقاء إياب والرجاء الرياضي بالمساندة ديال الجمهور اللي كان اعتبره اللاعب رقم واحد قاد على أنه يتجاوز الأهل المصري في اللقاء إياب من وجهة نظري الشخصية نسخة الأهل الحالية أعتبرها من أضعف النسخ يعني بالرغم على أن الرجاء اليوم عانى الأمرين الأهلي لم يستطع إلا تسجيل هدفين شفنا أيضا الأهل المصري في مرحلة المجموعات تأهل بشق الأنفس وتنظم على أن الرجاء الرياضي عنده فرصة ذهبية في اللقاء لإياب لتجاوز الأهلي شريطة إصلاح الأخطاء وشريطة على أن المدرك التوصي يلعب طريقة واقعية وتنظم أحسن خطة يعتمد على 4 جوش 3 و 1 يعني الحمد لله قدر ما شاء فعل أفضل سيناريو حصل يعني كادت تكون نتيجة أسوأ أو أكبر أو أكبر لو لا الحاري سيزنيتي اللي يمكن اللي نقول على أنه رجع سبايدر مان وقدم لقاء تاريخي وكان اعتبره شخصيا نجم اللقاء الأول خليوا لي الأراء ديلكم فيما يخص هذا اللقاء فيما يخص المشجرة التحكيمية اللي يتعرض لفريق الرجاء الرياضي ونتناقشوا كما و العادة بشكل ودي إذا عجبتكم الحلقة دعمونا بلايك وشتركوا في القناة بجدائما